دلوقتي هنتكلم على الكمباراتف فيتشارز هناخد كل حيوان على حدا كده وفي النهاية ان شاء الله هنعمل كومباراتف او جدوى فنشوف كده كل حيوان على حدا كدني بتاع ففي الدوج او القنين القنين اللي هي الفصيلة الكلبية اللي هو الدوج عندنا الكدني بتبقى يعني ايه قلنا سموسي يعني الكورتكس البتحام كامل يعني كل الرين البابلي بتتجمع في ايه بتتجمع في وان رينا البابيلا اللي هي بتفتح على رينا البيل بس ولو هستمر منه بعد كده الايه اليوريطة اه الشيب بتاعها بتاخد البين شيف زي ما حضرتك شايف كده دي الكيدني بتاعت الدوجة هي شكلها بين شيف بتبقى دارك براونش او بليوش ريد ان كالر زي ما حضرتك شايف برضو لونها دارك براون وممكن تتميل للزرقة شوية او بليوش فيه الكالر اه حيوان تبع السنة بتاعه في عبقلات كتيرة في وفي مأسات كتيرة جدا وادراسات كتيرة جدا في بتاع اي ارجان يعني. دي قلنا عبارة عن يعني فيه ماسة من الكورتيكس ممتدة ما بين فدي بتبقى واضحة او في الكدني اللي هي البوزيشن بتاعتها بنلاقي الراي كدني بتمتد من اللاست ريب لسير دي لامبار فيرتبرا يعني ايه? هو اللاست ريب ده رقم كام? عندنا عدد الدلوع بواكب عدد الفقرات الصدرية. ففي اللي هما مسلا اتناشر فقرة صدرية ففيه اتناشر زوج من الدلوع. في كل الحيوانات عدد الفقرات تلتاشر فقرة ففيه تلتاشر زوج من الدلوع. فيب اخر ضلع في الضجة رقم كام رقم تلتاشر. الهورس بس فيه تمنتاشر زوج من الدلوع. يبقى اخر ضلع عند الحصار رقم كام تمنتاشر. انما ببقى الحوانات اخر ضلع يبقى رقم كام تلتاشر. الكامل زي اليوم الاتناشر زوج من الدلوع. يبقى اخر ضلع فيه الهورس يبقى رقم تمنتاشر. اخر ضلع في كل الحيوانات سواء شيء رقم تلتاشر. فيه الكامل اخر ضلع يبقى رقم كام اتناشر لانه عنده اتناشر زوج من الضلوع. فعندنا الكيلية بتمتد من يعني من رقم تلاتاشر. دي اخر فقرة صدرية. يبقى بتمتد من هنا زي ما حضرتك شايف كده. لتحدث تلات فقرات القطنية الاولى. دي تمام? بقى تبقى واره شوية. يعني تبقى في الخلف شوية لان احنا قلنا بتاخد قودة البوزشة. فبتد من الفورس لامبر ترانسفيرس. يبقى اه الراية بتمتد من الضلع الاخير اللي هو رقم تلاتاشر لحد رقم تلاتة لامبر. من الضلع الاخير له رقم تلاتة لامبر. انما بتبقى قودة لشوية من رقم اتنين لرقم اربعة لامبر. دي في في الضب. الراية الكيدني شايف حضرتك متقدمة قدام شوية زي ما قلنا بتمتد من ودي بتمتد من بتبقى في الخلف شوية. الليفت وان. النهاية الامامية لرايك كدني بتبقى موجودة عاملة بصمة لها عالكبد لانها قدام. فعملة بصمة نايمة عالكبد وعملة بصمة لها بنسمي ايه بنسمي بصمة للكلية على الكبد مع انه اسمه ولكن هو موجود على الكبد. فبيسبوه او هبات ومسكة كمان في الكبد بما يسمى الرباط الكلوي الكابدي او الكابدي الكلوي ما بين الرايك كدني وما بين اللي هو المنشأ المتسع للحالب اه دي الحالب اللي بشاور عليه ده المنشأ المتسع للحالب ده بيسمو ايه بيسمو الجميع . الرينالبيل فز ده عبارة عن بص حركة كل البابيلة تجمعة فين متجمعة بابيلة واحدة تفتح على الرينالبيل فهينا الرينالبيل فز كافيت كل جمعت في بابيلة واحدة وفتحت فين على الرينالبيل زي ما حركش في صورة الاشع عادي كده وده قاست قاست يعني قالب زي ما قلنا حق انو مادة بلاستيكية مش في ارطر هنا بقى لقد حانوه في اليورطر ودخلت جوه وبعدين شوفت حركة البابلية دي كلها جمعت في واحد ولزلك الكلية في الضجة احنا قلنا عليها ايه يعني كل كلكتنك ضغطوا كل رينا البابلية اتجمعت في بابلة واحدة اتجمعت في حلمة واحدة بالشكل ده اتجمعت في مكان واحد وفتحت على الرينا البلبس او حوض الايه الكلة. كمان عند الرينا البلبس بيختلف ترتيب الاوعية اللي دخلها واللي خارجة من الكلية تبع نوع الحيوان. فبص حضرتك معايا هنا كده. احنا قلنا ده اسم رينا الهايلس وده الرينا الايه ساينوس. فعند الهايلس ده لو شفنا ترتيب الاوعية من الدورزل للفنترل مش من الامام للخلف. احنا بنقول من الدورزل للفنترل. نلاقي ارتري يوريتر فين. الارتري هو اللي بيبقى فوق دورزل واليوريتر في النص والفين بيبقى تحت ده ترتيب الاوعية الدموية من الدورزل اسبكت لي الفنترل اسبكت او دورزل زوفنترلي ادزي رينا الهايلس. يعني عند الرينا الهايلس كده ترتيب الاوعية ايه من فوق لتاح. ارتري يوريتر فين. ده في الضج. بيختلف ترتيبه من حول الحيوان وده ممكن يبقى نقطة او ما بين الحيوانات او الرايت كدني بتمتد من من الاولى للرابعة ده اكسبوشل الرايت سايد بتاع الابدومن والبيلفز بتاع الكاتل. نلاقي ان الرايت كدني بتمتد من الفرست للفورس لامبر ترانسفيرس بروسيس. ما بتبعدش عنها بعيد. يعني دي بدء من الاولى للربعة دي بدء من التانية للخمسة. ما بتبعدش كتير يعني الاتنين تقريبا في دي من الاولى للربعة ودي من التانية للخمسة. زي ما حضرتك شايف اهو احنا كده في الابدومن بتاع الكات. ادي الرايت كدني وادي كدني مش بيدعم بعض او لكن دي متقدمة بما يقابل اه او هي تحت الايه الترانسفيرس بروسيس بتاع اللامبر فيرتبري. ايه في الرينا الهايلس بقى بيلاقي ترتيب الاوعية زي ما قلت لحضرتك. اه زي الضج يعني ده في ترتيب الايه الاوعية الدموية عند الرينا الهايلس. تبص من دورزل للفنترل. ما نجي في بقى او اللي هي فاصلة الخنازير اللي هي بناخد مثال لها او زي كيدني ازي سموس ومالتي بابيلاري. هي سموس من الخارج يعني يعني الكورتيكال سبستانسو كومبيليتلي فيوزد ولكنها مالتي بابيلاري. اه. ايش شكلها دي مضغوطة عامل زي البطاط صوية كده المبططة. لان في انضغاط من اعلى الى اسفل زي ما حضرتك شايف هنا كده اهيل. فهي دورز الفلاتين دي مضغوطة من اعلى الى اسفل. دي الكيدني بتاع اللون بتاعها بيبقى ممكن تاخد الشكل ده ممكن تاخد اللون ده. اللون بيختلف برضو تابعة درجة بتاع الحيوان الحالة الصحية ليه? اه ده في النورمال يعني اللي هو الجريش براون. الكليتين في اه في نفس المستوى تقريبا. ذكريني البول افزرائي الكيدني السيباريتد فوروم زي ليفر باي اباوت تو تو فايف سنتيميتر زي انت زي هباتورينا اللي جامنت زي عبسنت هنا. كيليا ما بقاش لا علاقة بالكيب دي لان الكيليا اللي من رجعت للخلف شوية. فبقت لعمل عالكيب دي مفيش هباتورينا ولا فيه هباتورينا اللي جامنت. انزي ادلت زي كيدني مش هزي اباوت اتناشر نص سنتي انزلين ستة ونص سنتي انزويزة حوالي متين لمتين وحوالي يعني ممتين لمتين وخمسين جرام انزويت. اه يعني لما نيجي نقول لحضرتك. اه الكيليا اليمين اكسر تثبيتا في الهورس ولا في البيج. في الكات ولا في البيج. في الضج ولا في البيج. يبقى في الهورس. فاي حيوان تاني غير الخنزير هي اه اكسر تثبيتا اللي لانها ملتحمة مع الكبد بي الهباتورينا اللي جامنت. يبقى الكيليا في ايه او البريرينا الفات. الدهون اللي حوالين الكليا اللي هي في الرينا الكابسول حوالين الكليا بتبقى في البيج عن اي حيوان تاني. اتبقى اش واضحة في زي ما حضرتك شايف كده ما فيش اجزاء ممتدة من الكورتيكس جوه المضالة دي الكورتيكس وادي الايه المضالة واضي المضالة بندة ما فيش حاجة نزلة ما بينهم. الرينا البلويس ا sus healed from center reiter كافيتي بص بقى هن الرينا البابلية منفاصلة فالرينا البابلية قابلها ايه؟ قابلها كاليكسي ماينور. والكاليكسي ماينور دهوات راح مقابله الكاليكسي الاتنين كاليكسي ماينور ده هم اطرحوا متجمعين ونكولون الرينة الايه? اتشي من تمانية الاتناشر يبقى كل واحد من الميجور بيحمل من تمانية الاتناشر يبقى بالليه دي تفتح على يفتحوا الدول فين? في الميجور كالكس. الدول بيسموهم اللي هي الميجور كالكس بيسموهم برايماري برانشز. ادي الرينة البلفس اوه. شايف حضرتك ده الميجور كالكس. اللي انا بشاور عليه ده او في القالب اللي عملوا ده. ده ده ايه? ده الميجور كالكس. ده السكندر برانشز دي التجماعت من تمانية الاتناشر ميجور كالكس. في اتنين كل واحد فيهم بيحمل من تمانية الاتناشر يتجمع ويكونولي ايه? يكونولي ان شوف بصورت اشعب ادي اليوريطر والاي الرينا البلفس. اللي بشاور عليه. ده الميجور كالكس. وبعدين ده المينور كاليكس. جمعوا دية جمعت وكونتي اللي هي المينور جمعت وكونت لي اللي هما صبوا فيهن في الرينا البلوز. بص حريطك ممكن يبقى جزء من اللي هو ترتيب الاوعية عند ده نلاقي بيبقى هو وبعدين تحت والفين. ده ترتيب ويبقى يوريتر ارتري فين. ده ترتيب الاوعية في شوف بعد كده او اللي هي البوفاين اللي هي بناخد مثاليها الاكس. الكدني هنا بتبقى اتناشر لخمسة وعشرين الفصوص فيها بتبقى حوالي اتناشر لخمسة وعشرين. اهي مفصصة. ما فيش التحام كامل ما بين الفصوص. الفصوص ما بتلتحامش بالكامل. فلزلك سابت للسطح ايه فيش ارض مش اقل بالشكل ده كده. بتبقى شكلها بايرامدة لهرامية الشكل. انما اللي انا بشاور عليها دي بتبقى في الشيب. ده بتوصل حوالي كيلو الربع في آآ يعني كيلة الشمال بتبقى اكسر وزنا من الرايت وان. بتاعتها بتبقى حوالي عشرين سنتي طول في عشر سنتي عرض في حوالي سبع سنتي سنك. الرأي كدني قدام حضرتك اللي انا بشاور عليها دي عالصورة. بتمتد من اللاستريب واحنا اتفقنا ان اللاستريب هنا رقم كام? رقم تلتاشر. لان احنا قلنا عندهم تلتاشر زوج من الضلوعي باخر ضلع ده. آآ احنا كده على يعني ده اكسبوش اللي بتاع السوركس والابدومن والبلفس. ده اللاستريب اللي انا بشاور عليه ده. ودي الرايت كدني بتمتد من اللاستريب زي محرك شايفة كدني اللي انا حطت عليها المؤشر دي كدني. بتمتد من اللاستريب لحد تالت فقرة قطنية او السيرد لامبرد ترانسفيرس بروزيس. انما الليفت كدني بتمتد للخلف. بتمتد من السكند للفورس لامبر ترانسفيرس بروز. وقلنا بتاعتها بتعتمد على دي الليفت كدني اهي? بتعتمد على الفولنس بتاع الرومن. ولزلك هي بتبقى كفرد بالبريتون وبتبقى لوعية بتاعتها طويلة شوية فبتبقى بين ديولاس. وممكن ايه? ده ممكن الكرشة لو ملق بالطعام او حصل له كمبيليت فيلنج. يروح زائق الكيلية الشمال دي ناحية اليميني. ودها ناحية اليميني. عدها من الليفت للرايت. ولزلك سموها ايه? سموها الكيلية المتجولة. لان البوزشن بتاعتها بتعتمد على فلزلك سموها ايه? سموها البندوراس كدني او كيلية متجولة. لان ملاش بوزشن معين. ما كانها بيعتمد على كل الكلية اليومنة اه في كل الحيوانات بتعمل رينا او هبات رينا لها بصمة على الكبد ومسكة مع الكبد بما يسمى الهبات människor اللي جميل. الرينا البلويس اه هنا ريناabelبيلويس اوبس. احل محله بال اتنين كاليكسي مايجور. الاتنين كاليكسي ما تو يستقبلوا من تمنتشر اللي اتنين وعشرين كاليكس مايجور. الكاليكسي مايجور تصب في كاليكس والتنين يكونوا على طول اليوروتر. يبقى اليوروتر هنا لنج ونيروتيوب. ما فيش المنشأ المتسع ليه اليوريتر. احنا قلنا المنشأ عم زي الامعة. في بقى الحيوانات امعة كده. جزء العلوم الامعة ده اللي هو الرينا البلفز. والانبوبة اللي هو اليوريتر. طب. في الاكس بقى وفي مفيش الحتة بتاعة الامعة دي. ده انبوبتين جمب بيسموهم والكاليكس ميجور دول بيصب فيهم ايه? بيصب فيهم الكاليكس مينو. فتلاقي اليوريتر فيه عبارة على لونج نارو تيوب. طب لانه هو حل محل الرينا البلفز. الحتة المنشأ المتسع بتاع عبوز الامعة دوت او عبوز الكبير بتاعة الامعة ده. ما بقاش ايه موجود. فده بنقول على اليوريتر فيه لونج نارو تيوب. دي صورة اشعة برضو. دول الاتنين كاليكس ميجور. ودي كاليكس مينور. ما بقاش في رينال بلفز. يستمر من الاتنين كاليكس على طول اللي هو الايه? اليوريتر. ترتيب الاوعية في الرينا الهايلاز بيلاقي ان من اعلى الى اسفل. ارتري وفين ويوريتر. الارتري بيقى الموست دور زال وان وان بتوين الفين. وبعدين الموست اللي هو اليوريتر. نيجي لتكلم على اللي هي اللي صمور رومنات او الشيب. اللي صمور رومنات في منها وفي منها اللي هي الغنام. الخروف المسالة الخروف. الكابراين اللي هي الجوت الماعس. يبقى اللي صمور رومنات دي بياندرك تحتها حكتين. اوفاين وكابراين. اوفاين اللي هو الشيب. والكابراين اللي هي الجوت. المسال بتاعنا فيه اللي هي اللي هو الشيب. الكدني بتاعته بتبقى سموس يوني بابيلل وفهمنا بقى دلوقتي يعني ايه سموس يعني الكورتكس ملتحم بالكامل مدينة سطح املس اهو. يعني كل البابيل اللي تجمعت في ايه بابيلة بس. الشيب بتاعها آآ بتبقى بين شيب. واللون بتاعها بقى براون ريد فيه الكالر. الويت بيبقى حوالي مية المية وستين جرام. المقاسة بتاعتها من سبعة ونص سنطي لونس في خمسة سنطي. آآ بوس كيدنز ار سيتويتد انز سمول انز الاماكن بتاعتهم نفس الاماكن بتاع اللارج رومانس. فتلاقي كيدني هي الليفت كيدني. احنا كده على تلاقي الراية الكيدني بتبقى متقدمة والليفت كيدني في الخلف من اتنين لخمسة ولكنها لوجود الايه الكرشي زي ما قلنا ان بيعتمد بتاعها على درجة امتلاء الرومان او الكرشي بيه الطعام. الكيدني اسكافرد وز اكستنسف فاتي كابسول اللي احراك لو شفت الكيدني بتاع الاوكس او الشيب بتلاقي حوالها كمية دونج كتيرة اللي هي البري رينا الفات. بتبقى كمية كابسول قدبوزة بتبقى كبيرة. في الرينا البلفس بنلاقي ان البابليزة محراك شايف كده بتتجمع في رينا الكريست. وتفتع على الرين البلفس. زي ما حراك شايف كده يا وان رينا الكريست. لان هيوني بابيلاري. تفتح في هنا. وتفتع على اللي هو الرينال بلفس. وده صورة اشعة اللي ادي الرينال كريست اهيه. وده يستمر منه الايه اليوريطار. تيب الاوعية الدموية في الشيب بيبقى مختلف عن الاوكس. بيبقى هو الموست درزة الوان. واليوريطار بيبقى في السنتر والارتري بيبقى الموست ده كده من الدرزة للفنتر يعني من اعلى الى اسفل. في الجمال الكيدني بتبقى زي ما حراك شايف سموس يوني بابيلاري. يوني بابيلاري ليه? لان في الرينا البلفس بتتجمع البابيلية في كريست اهيه وبتبقى او في الكامل. ايه بتبقى في الشكل بتاعها. الرايت كدني بتبقى موجودة. نشوف الموجودة فين. دي الرايت كدني. الرايت كدني موجودة تحت اول تلات فقرات لمبر. بص من اول واحدة لمبر ده اخر ضلع يبقى دي بداية اللامبر من الفيرست لامبر لسير دي لامبر. وطبعا لا علاقة بالكامل عامل عليه وماسكة به الهبات ورينال لجميل. ده كده اه الشكل اللي قدام حضرتك دوت عبارة عن البطن بتاعي الجمال من ناحية الينين يعني عاملين اكسبوشر ليه الرايت اب دومنا الول وجزء من الصورة اللي هو رقم اتناشر ما ترقم هو رقم اتناشر. زي ما قلنا في اتناشر زوج من ايه? مدلوع. الرايت كدني بتبدأ من الفيرست لامبر لحد رقم كام? رقم تلاتة. لما نشوف الليفت بقى. الليفت دي بتمتد للخلف خالص يعني بتبقى في المؤخرة شوية. بتمتد من الخامس للسابع لامبر من رقم خمسة الرقم ايه? سبع. يعني ورا خالص. ولزلك يقول لك لما تيجي تعمل ركتة البلبشة اللي جمل. بتعمل جس الجمل. هتقابلك الكدني دي فما تستغربش ان فيه حاجة تحت ايدك. لان الليفت كدني من الخامس للسابعان سبع فقارات قطنية. بتمتد من الخامسة للسابعة تحت بتاعة تحت نطور المستعرض ليه? دي موجودة من الاولى للتالتة. ودي موجودة من الخامسة للسابعة. شوف الفرق ما بينهم بقى كبير قوي. فدي بتبقى في مور كودة البوزيشن لله ليفت كدني. بيبقى كريسنتك في الشيب ده زي ما حرك شايفه وده بيبقى شكله للشكل. وفيه كريست وبتبقى برومنة. انت بصوا حضرتك قدل بابلي فتح على ايه? على فتحت على ده كاست برضو او قالب ليه ده 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 فتحت على ايه? فتحت على فالرينا البلوز ده في الشيب ترتيب الاوعية عند او الارتري الموست دورز الوان في السنتر ده الموست دورز الوان. بنيجي نتكلم على اللي هي فصل خالية اللي بتتضمن بالهورس والدونكي. الكدني بتاع بتاعة الغورس بتبقى سموس يوني بابيلر بتبقى يلوش بروم في الكالر زي ما حضرتك شايف كده الشكل بتاعها بقى ايه? الراي الكدني بتبقى شكل اللي هو القلب على ورق اللاعب او كوتشينا ده. انما الليفت كدني اللي انا بشاور عليها دي بتبقى ده دورزة يعني مغادل لها من الدورزة وده بتاعها. الوزن بتاعة بتوصل حوالي نص كيلو. دي الدعمانشن بتاعة حوالي خمستاشر لعشرين سنتي في خمستاشر سنتي في الويتز. الراي الكدني قلناها بتبقى هارت ونزب لين كود والليفت كدني بتبقى بين شيب. البوزيشن بتاعة الكدني الراي الكدني بتبقى متقدمها قدام تحت اخر تلات دلوع لورقة مستاشر وسبعتاشر وطمنتاشر لان احنا قلنا فيه تمنتاشر الزوج من الدلوع. ويهي اول الفقرة قطنية دي الراية كدني اللي انا بشاور عليها دي الراية كدني. كمان لها ايه? لها علاقة بالكبد يعني عاملة عاملة بصمة على الكبد بنسميها الرينا ويهي مسكة في الكبد بيه الهبات ورينا اللي جا من تبيه الروباط الكابدي الكالوي ده. انما الليفت كدني موجودة تحت يعني تحت رقم تمنتاشر اخر ضلع زي ما حضرتك شايف كده. واول تلات فقرات قطنية. تحت اول تلات فقرات. انما الراي كدت تحت اخر تلات دلوع واول فقرة قطنية. دي بقى تحت اخر ضلع الليفت واول تلات فقرات. البري رينا الفات بتبقى اقل حيوان فيه كمية دهون حوالين الكيلة هو الهورس. الرينا البلفس بيبقى عبارة عن ايه? بيبقى عبارة عن فانيل شيب سنترال كافيتي. فانيل شيب سنترال كافيتي. وتو تيرمين الرسيس. آآ والرينا البابلي كلها بتفتح على الكريست دي. فتلاقي المنطقة دي بيسموها اريا كريبروزا. الاريا كريبروزا يعني ايه? يعني البابلي فتحة على الكريست. جمعت وعملت كريست زي الحفة بتاع الباب كده. ما كان البابلي مش البابلي دي لها فتحات. بقت المنطقة دي منطقة مسقبة. فيسموها اريا كريبروزا. وبقى الكافيتي اللي هو بداية الامع اللي احنا قلنا عليه الرينا البلفس دهوت. بقى ايه? بقى موجود في الاريا كريبروزا دي. فبقى الكريست فوق. والمنطقة مسقبة من اعلى. واتجمعت في فانيل شيب سنترال كافيتي. قولوه اتنين رسيس. اللي قدام حضرتك دول. الاتنين تيرمينال رسيس. والباب اللي فتحت عليه. ويكون اللي هو عبارة عن والاتنين ومشي بقى كايوريتر زي ما حضرتك شايف ده قصت اهو. او عملوا قلب لي ده ودول الصورة تانية اهي. الاتنين تيرمينال رسيس ههمت. ودية بتاعه. ونفس الشكل اهو. صورة تانية اهي. ادي ودي هنا الباب اللي بتفتح على الكريست اللي انا بشاور عليها دي. في منطقة الرينا البلوز بيوجد فيه غضة مخاطية بتفرز افراز مخاطي تخلي اللوم بتاع اليورين بتاع اللي هو قرصة او تيربط. بتلاقي فيه تيربيدي فيه عقارة. وبتلاقي شكله شوية. تلاقي تقيل كده ليه نتيجة وجود اه في الرينا البلوز وبداية اليوريتر. بتلاقي الجلاندي دي موجودة في الرينا البلوز هنا. واول جزء من اليوريتر. ودي اللي بيعزى اليها او بيبقى تيربيد ليه? لان موجود فيه ميوكاس موجودة فين? في الرينا البلوز وبداية اليوريتر. يبقى لو حد سألنا ليه البول بتاع الحصان بيبقى فيه تيربيدي وبقى تقيل او ميوكاس فيه او فيسكا شوية كده مش هوطر زي بقى الحيوانات لان فيه ميوكاس فيه الرينا البلوز ويه او بداية الايه اليوريتر. دي الريك كيدني ودي الليفت كيدني. ده للاتنين موجودين عند اوورطة. ودي الابدومن الاورطة زي ما قلنا بتبقى ماشية في الليفت صعيد. ورايه بقى او الليفت وهنا بتماشي الكودة في ناكابا ناحية الريت. وده الليفت وريت رينا الارتري اللي هم خرجوا من الابدومن الاورطة داخل كل واحد فيهم ليه كدني. وليفت رينا الارتري. وده الليفت يوريتر وريت يوريتر. فنلاقي عند ترتيب الاوعية في عند مدخل الكليا كده نلاقي الارتري الموست دورزل وان وبعد كده يوريتر بيبقى الموست فنلاقي ترتيب الاوعية زي ما قلنا. ده ترتيب الاوعية عند بتاع الكيدني هنشوفها دلات جداول او جداول للمقارنة في الحوانات كل تركيب على حدوة وبعدين نجمع ده كل ان شاء الله في جدوة الواحد يبقى جايد ليك ان انت تعمل ما بينك كدني في اللي بندرسها. فنبص للشيب. الحوانات اللي بندرسها الدج والبك اوكس شيب هورس كامل. في الدج بتبقى بين شيب. بالشكل ده كده شكلها بين شيب. في البك بتبقى بين شيب ولكنها دورز وفنتر الفلاتين زي ما قلنا مضغوطة من اعلى الى اسفل. في الاوكس الراي كدني بتبقى في الشيب. انما الليفت كدني بتبقى في الشيب. في الشيب برضو بتبقى بين شيب زيها زي الدج وزي البك. في الهورس زي ما قلنا الراي كدني بتبقى او هارت شيب واللفت كدني بتبقى بين شيب. في الكامل بيبقوا الاتنين بين شيب بالشكل ده كده. ده الشيب بتاعك كدني في الديفرنت ألمان يبقى اول نقطة اخدنا المقارنة اللي هو الايه الشيب. تاني نقطة للمقارنة طيب. احنا عارفنا الطيب مسبقا ان في كل الحيوانات كدني معادة حيوانين اتنين. البج برضو زي بقى الحيوانات بس في يبقى في بقى بتبقى سموس حتى انا ملونها لك بنون مختلفة واو مالتي في فشارد ومالتي هي الوحيدة اللي فشار. فيه الشيب في الهورس في الكامل يبقى قعدة كامة كل الحيوانات بعدها حيوانين. البيج و الاخس. البيج اسموس مالتي وبالري وفي التبيرين الفات او الكابسولة او الاديبوسةansas قبسول اللي هي الدهون اللي حوالين الكالية في الكابسول بتاعت الكالية في البيج بتبقى في البيج بتبقى دي كمية الدهون سواء وفي البيج بتبقى عاليا جدا في الهورس بتبقى في الكامل بتبقى الدهوم متركزة عند منطقة قلنا في كل الحوانات بتبقى ومدية. آآ اسموس كيدني معادل ايه? معادل اوكس بقى اين كومبيلت فيوجن. الفيوجن بتاع المضلل المضلل في كل الحيوانات ملتاحة مع بعضها مع ده حيوانين برضو اللي هو الايه? البيج والايه? الاكس. لانها بتدي مالتي بابيلر. فهنا فيه وكوينت رينا الكريس. وبقت يوني بابيلر كيدني. ده ده الشكل بتاعها فيه. في البج بتبقى اين كومبيلت فيوجن. ولذلك عملت مالتي بابيلر كيدني بالشكل ده بقى في اين ما بين او المضلر في الاوكس مفيش برضو ولزلك ادتني اتنين فتح على طول على اليوريتر مفيش في في عملية الرينا الكريست فتحت على ايه فتحة واحدة بقى تيوني كدني في الهورس نفسي الكلام اه عبارة عن سنتر الكابيتي وتنير ترميل في المضلر في الكامل في كومبيليت رينا الكريست وبتبقى يوني بابيلاري كدني اه فهي نيجي لي البوزيشنز البوزيشن قلناها قلنا في الدجرية من اتناشر لي اه اتناشر اللي هو اه ضلع قبل الاخير لي السكند لمبر الليفت بتبقى من تلتاشر ريب لي سير آآ في زي ما حضرتك شايف كده آآ من الفرست لمبر لفورس لمبر لاتنين في نفس الليفي كنا في الوكس الرايد بتبقى من التلتاشر لالتالتان لمبر واللفت بتبقى من التالتا لمبر للخمسة لمبر في زي ما شوفنا كده. وفي شيو من التلتاشر للسكند لمبر وهي اللفت بتبقى من الربعة لمبر لخمسة لمبر في ده في الشي بقى اهو. في الهورس اه بتبقى الراية من ضلع الستاشر للفرست لمبر يعني اخر تلات ضلوع والفرست لمبر انما اللفت بتبقى فيه بتبقى تحت اخر ضلع اول تلات فقرات او فقراتين اه قطانيتين. في الكامل بتبقى الراية من الفرست لمبر للسير دي لمبر انما اللفت كان من رقم خمسة لرقم ايه لرقم سبعة. قلنا في موستو كو ده في الكامل ده البوزيشن بتعكدني. هنا في الضج زي ما قلنا يوني آآ زي ما حضرتك شايف ده اهو ده بيعمل ريسيب لي وفيه او اللي في جناب بتبقى موجودة حوالين بالشكل ده كده دي بتاعتها ودي فتحة على اللي هو بتاع الرينا الكريست اهي فتحة على ده بالنسبة في الدوجو ده اه صورة اشعة هوت او ايكس ري ايه اشعة دية لرينال بيروس والرينا الكريست ويستمر كايوريتر. في البج بتبقى مالتي بابيلاري زي ما قلنا الرينا البيرامز مفصل عن بعضها في بتفتح على كاليكسي مينور والكاليكسي مينور تمانية لاتناشر كاليكسي مينور يفتح على اتنين كاليكسي ميجور لما يفتح على الرينا البيروس ويستمر كايوريتر ده كاصت ليها اهو ده الاتنين آآ كاليكسي ميجور فتح عليهم من تمانية لاتناشر كاليكسي مينور والرينا البيروس يستمر كايوريتر صورة برضو اشعة معانا ايه ادي اليوريتر ده الرينا البيروس دول الاتنين كاليكسي ميجور وبيفتح عليهم من تمانية لاتناشر كالكس مينور. في الاكس. اه بيبقى بيبقى ابسين. الاتنين كالكس مينور. يفتع عليهم من طمانتشر لتنين وعشرين كالكس ايه مينور. دي دي كاست اتنين كالكس مينور ودي كالكس مينور ويفتع على طول على الوردر. وهنا يبقى الرينا البيلفيس ابسين. اشياء عليها تاني اهو. ده يفتعى على اتنين. يستمر كيورطر. يبقى. في بزيها زي الضج بيبقى بتعمل وتفتع على ويستمر كاييرتر بالشكل ده صورت اشعة عليها. هي ايه ده هنا ويستمر كاييرتر. في الهورس بتبقى شكل خمع الشكل في النص واتنين او كل الباب اللي هتفت على بلكون الكريست. الكريست دي موجودة جوه ارياس ما ارياس سور تانية ادي كاست اهي الهورس دول التنين ده 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 نفس الكلام اهو ادي ده في الهورس او نفس الشكل او ده الرينا البلوث ودول التنين بتوع في الكامل الرينا الكريست بتبقى واضحة قوي وده الرينا البلوث وبتبقى الحنمات بتجمع تكون حافة داخلية اهو ده ودي الرينا الكريست او الرينا الكريست واضحة او الكريست في هنا. اهو. صورة تانية اهو. كل بتجمع وتكون الكريست اللي هي تفتع على اللي هو يستمر بعد كده كايه? كيوريتار. احنا قلنا اه ترتيب برضو الاوعية داخل منطقة او اللي موجود عند ده ممكن يبقى نقطة فبالله في الضج بيبقى اللي هو واليوريتار في النص والفين ده الموست في في بيبقى في بيبقى في الشيب بيبقى فين ده الموست دورزل وان شوف هادي هو في ايه الارتري انما هنا في الشيب الموست دورزل وان اللي هو الايه الفين في الهورس زي وزي الاكس في الكامل نفس الكلام يبقى تلات حيوانات اللي شبه بعض اللي انا بشاور عليهم دول اللي بتحركوا دول اللي هما ايه والهورس والكامل انما في الشيب بيبقى فين يوريتار ارتري تبس تلاقي في البيج اليوريتار والموست دورزل الوان.anan والهباة والهيبات والري 치�نا اللي جميل. قلنا موجود في كل الحيوانات. الرينا اللي موجود على كده لان الريك كدني لقدام. فعمل على الريك كدني ومسكة معه بلجم انت معادي ايه مش موجود? معادي البج. كمان الرين وديودنا اللي جمين. ترين وديودنا اللي جميل مش موجود غير في الهورس بس. اللي هو ما بين الرائكيدني والضيود دنملائية الاثنى عشر ده موجود فين? من موجود في الهورس. كمان الري مش موجود غير في الهورس والكامل. فبصوا حرارها كاوت مش موجود في كل حاند غير ايه. غير في الهورس والايه? والكمل. ده بيسموا دي كانت نقاط المقارنة ما بين الحيوانات. ونشوف الشكل اللي جاي ده ده النقاط بقى بتاعت المقارنة كلها اهي هتظهر قدام حضرتك الجدول ده تستعين به في الكمبرتف اناتومي بتوينزي كيدني أوفزي ديفرانت دمستيك آنما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة